النهاردة نجحت البعثة الاثرية المصرية التابعة لكلية الاثار بجمعة القاهرة في الكشف عن تابوت من حجر الجرانيت الوردي لواحد من اكبر رجال الدولة القديمة وهو بتاح ام وايا وكان يحمل القاب إدارية مهمة في عهد الملك رمسيس الثاني ده كان خلال اعمال الحفائر اللي بتجريها البعثة بمنطقة اثار سقارة جنوب الممر الصاعد لهرم الملك اونس خلال موسم اعمالها 2021-2022 طيب اهميت هذا الكشف ايه؟ اهميته انه يعني صاحب هذا التابوت كان بيشغل مناصب مهمة ومناصب خاصة بادارة المعبد الجنائزي لملك رمسيس الثاني بطيبة زي الكاتب الملكي وكبير المشرفين على المواشي رئيس الخزانة في معبد الملك رمسيس في املاك امون وايضا المسؤول عن القرابين الالهية لجميع الهات مصر العليا والسفلة اشتركوا في القناة